منذ انطلاق عملياته مطلع خمسينيات القرن الماضي كأول بنك سعودي النشأة تسارعت وطيرة أعمال وخدمات البنك الأهلي في التوسع ليستحوذ على عدد عملاء يقارب 6 ملايين عميل في نهاية سمتمبر من العام الماضي وأكثر من 400 فرعا مصرفيا ذلك من خلال أكثر من 3600 من أجهزة الصراف الآلي ATM بالإضافة إلى القنوات الإلكترونية عبر الإنترنت والهواتف الذكية مع العلم بأنه تم تنفيذ أكثر من 97% من إجمال عمليات البنك عبر القنوات الإلكترونية بنهاية عام 2017 هذه الخدمات تقدم من قبل كوادر بشرية مكونة من المواطنين والمواطنات يمثلون حوالي 96% من إجمال موظفي البنك البالغ عددهم 8000 وبنسبة سعودة تصل إلى 100% في كفاءة الإدارة العليا للبنك لكن ماذا عن وضع NCB ضمن القطاع البنكي في المنطقة؟ الأهل التجاري هو أحد أكبر البنوك في العالم العربي برأس مال يبلغ 30 مليار ريال وبحجم أصول تقارب 460 مليار ريال بنهاية سبتمبر من العام 2018 وبقيمة سوقية تجاوزت 135 مليار ريال حتى الربع الثالث من عام 2018 وبإجمال أرباح عن العام 2017 بلغت 9 مليارات و800 مليون ريال تعد الأعلى بين البنوك السعودية وفقا لتطورات الأداء المالي فقد ارتفعت ودائع العملاء بذهاية سبتمبر الماضي إلى حوالي 325 مليار ريال ومحفظة تمويل وإقراض بحجم نحو 268 مليار ريال كما يعد البنك الأهلي أكبر مستثمر في السقوق وفي السندات الحكومية وقد شكلت مساهمة البنك 48% من إجمال محفظة السقوق والسندات لدى البنك ماذا عن قصة البنك في السوق السعودية؟ فقد تحول أنسي بي لشركة مساهمة عام 1997 ثم شهد في نوفمبر من العام 2014 طرح وتداول حصة 25% من أسهم البنك في تداول في أكبر طرح أولي تشهده السعودية وأكبر عملية اكتتاب في تاريخ المملكة بعد جمع 22 مليار ونصف المليار ريال لتتوزع ملكيته حاليا بين صندوق الاستثمارات العامة بحصة 44% و10% لمؤسسة التقاعد وحصة مماثلة للتأمينات الاجتماعية والحصص الباقية لملاك آخرين أما فيما يتعلق باستثمارات أنسي بي فالبنك لديه محفظة من الشركات التابعة منها الأهلي كابتل أكبر شركة لإدارة الأصول في المملكة والذراع الاستثمارية بنسبة ملكية 90% وهي تدير 140 مليار ريال من الأصول المحلية ومن الأصول الدولية كما يمتلك البنك حصة 30% من أسهم الأهلي للتكافل وغيرها من الشركات كما يتمتع البنك الأهلي بتواجد عالمي لاستثماراته خارج حدود السعودية حيث يمتلك 67% من أسهم بنك تركيا فينانس أحد أكبر البنوك الإسلامية المشاركة في تركيا